لو سبحتي خليني هيك نبلش من الآخر يعني تحكي لنا عن الفيلم يعني كنا عم نشوف مقاطع منه نعيش الجو شو قصة الفيلم؟ بتعرف الفيلم بتربطه بعمان قصة لأنه كان في مباراة للمنتخب الفلسطيني على أرض عمان لأنه للأسف ما كان ممكن يلعب المنتخب الفلسطيني بملعبه البيت فطبعا عمان دايما المستضيفة لألنا ودايما يعني الأخت الحنوني وكنا بعمان وأنا كنت خايفة السعودية فريق قوي وفلسطين طبعا فريق ممتاز بس لما تلعب مش على ملعبك في لإلها أثر بلشت يعني وأنا بالطريق أشوف السيارات كلها بتتجه للملعب السيارات للملعب أعلن فلسطيني بكل مكان كان مشهد مطلج للصدر لما وصلت الملعب وشفته ملان وشفت الصيحات الأول يلا من شان الله والمدرب الجزائري والفريق بكل حماسه وعمليا كان انتهت المباراة بالتعادل كان إشي عظيم حساتي أن الأردن هي فلسطين وفلسطين هي الأردن وبهذه اللحظة قررت أنا لازم أرافق المنتخب الفلسطيني بطريقه لكأس العالم عشرين اثنين وعشرين بأرض الدوحة وبلش المشوار طبعا بالإضافة لكل تحديات الفرق الأخرى في عنا تحدي اسمه احتلال طبعا بس كمان في ندية اسمه سمود فلسطيني وشموخ فلسطيني وتحدي فكان هالكد جميل مرافقة هاي الرارب الكبيري بدي أحقق الانتصار بالكرة بدي أحقق انتصار ما لشعبي عند كل شخص من اللاعبين اللي بوجههم لحية كبيرة واللي النجاح هذا كمان لإلهم بس كمان يعني كانت إضائقة كورونا وما كان ممكن أن نقرب على أعضاء الفريق أو أي حدا الفيفا قررت أنه بابل ممنوع نقرب وما إلى ذلك فاتريت أني أغير معالجة الفيلم قررت أني أتابع العائلات وفرق ناشئة بتتابع الفريق بالمباراة المختلفة بتعرف أعطى جماليات أعمق فجأة بتحس أنه أبولا البهداري كمان كان لاعب كرة قدم وكمان كان عنده حلم الحلم اللي ما حققه كل الأب حققه كل ابن وكمان دفش أطفال آخرين بيرزة أنهم يحلموا بكأس العالم فيمكن فلسطين ما وصلت التأهيل بس فيه شغلة حكاها تحديدا البهداري اللي بوجه له تحية كابتن الفريق حكا كل لاعب بالعالم بحكوا اللي يلعب على أرضه فلسطين بس مؤخرا سمحوا لها تلعب على أرضها بسبب الاحتلال لكن بكل مرة فلسطين لعبت على أرضها أو حققت انتصار أو حققت تعادل وتخيل لو كان ممكن نلعب على أرضنا كان ممكن نتأهل لكأس العالم وهذا بوجهه تخيلي أستاذة قديش الفيلم مش مصنوع الفيلم منقول بس يعني لما نحكي لما نحكي أنه الرياضة قديش بتأثر على الناس أنا دائما عندي هاي الرسالة شخصية يعني دائما بحكي قديش الرياضة بتأثر على الناس وقديش بتنقل مشاعر الناس وأفكار الأفكار الناس فقديش الرياضة اليوم نقلت مشاعر الناس وأفكار الناس وفعليا الفلسطيني بحس أنه هو إذا انتصر هو عم بنتصر في الحياة مش بس عم بنتصر على أرض الملعب وساحات الانتصارات متعددة انتصار بكرة القدم انتصار بصناعة الأفلام كل هاي وسائل نضال كلها ترك لنحكي قصتنا الفلسطينية يعني نعرض ترك سمودنا المختلفة والنضال مش بس بالمظاهرات والنضال بالمقاومة بكل أشكالها وبكل الساحات نعم أستاذة يعني الله يعطيك الفعافي أنا كتير يعني متحمس أسمع كثير من القصص ولكن للأسف في الوقت ما رح يسمح لنا ولكن بحب أحكي عن حباس 36 فيلم آخر كمان من الأفلام اللي حاز جوائز كبيرة جدا قصته حقيقية وقصته تتعلق بالمنزل وبالوطن وبالبيت وبالبيت البيت اللي هو تعبير عن المنزل الفيلم عرض بعمان من أسبوعيا بإطار مهرجان السورة عرض بتونس يوم الأربعة الماضية بإطار الذكرة الـ 75 للنكبة ورتبته صفارة فلسطين اللي بوجه لها تحية كبيرة الفيلم بيحكي قصة عائلتين فلسطينيات سكنوا نفس البيت بحيفا عنوانه كان عباس 36 وهذا عنوان الفيلم العائلة تهجرت قصرا بالنكبة دار أبو غيدة تهجروا قصرا بالنكبة وعلى فكرة كان عندكم واحد منهم وزير بالأردن ودينا أبو غيدة حاليا ساكنة بعمان بوجه لها تحية حاليا هم بـ 17 دولي بـ 69 عائلة فلسطينية ثانية اشترت البيت من شخص يهودي وبس صاحبة البيت سارة جودي قال لي رحمها كانت تحكي لأولادها البيت بنو دار أبو غيدة ما منغير شي ليرجعوا أهله فبنتها اللي هي مخرجة معي على العمل صديقتيني دال رافع بوجه لها تحية ضلت تبحث عن دار أبو غيدة ليوم بالصدفة موظفي من البنك الدول اللي بتوصل على القدس اسمها دينا أبو غيدة وبالصدفة بيتها بيكون حد بيت نضال بالقدس 100 متر عن بعض وهيك بتعرفوا عن بعض وهيك دينا بتدخل على بيتها بيت جدها لأول مرة يعني بتعرف في كتير تفاصيل بهالبيت لأنه سارة جودي كان أبوها مختفي بالنكسة علي رافع اللي هو أبو البيت يعني أبو البيت أبو وإم استشهدوا بالنكبة كان سجين كان محامة نفس الشي سارة كانت سجينة وتعرفوا على بعض لما هو كان المحامة اللي دافع عنها خيل كل هالمركبات في بيت فلسطيني واحد يعني لو كنت بدي أكتب سيناريو لفيلم رواي وحطيت هاي التفاصيل حكولي بالغتي مستحيل يطلع بهاي السورة هذا هو الواقع بس تعرف انعرض بحيفة بيافة والعرض القادم بالناصرة وراح يرجع على عمان بس العرض بتونس كان إله خصوصية وحسيت النساء الحرات التونسيات يعني كنت خايفة طب تونس شوي بعاد عمان بفهموا قصتنا أكثر بس لأ بالعكس نساء التونسيات لقتوا كل رسائل المخفية بالفيلم وبطريقة جدا حلوة وبعد ما انتهى العرض أكثر إشي أثر فيه وقوف امرأة تونسية شكرا لحرات فلسطين للحرائر اللي بكونا وما نزلوا دمعة أنا بأفلامي ما بحب لا أورجي الدم ولا الفلسطيني اللي أبدا الفلسطيني القوي وإحنا كلنا شعب أقوية وكلنا شعب عندنا إسرار فكثير حبات أن الرسالة وصلت بتونس حكت جملة بتجنن بكتينا وما ورجتينا دمعة ورجتينا فلسطيني الجميلة وقصة صمودها إن كان بالصمود بالبقاء أو بالصمود والحديث أبدا بدون توقف عن حق العودة فحسيت الرسالة هيك وصلت لتونس رواحت مبسوطة وكثير عملت أوكي الفيلم بنفع لكل دولة عربية ورح يكون مشواره طويل بالدولة العربية إن شاء الله نعم يعني زميلة مروة تأكدي تماما إنه كمان وجود حضرتك معنا في الدقائق القليلة هاي في دنيا دنيا كمان من نفس الأثر فشكرا جزيلا لوجود حضرتك الله يخلي بعتذر كمان مرة عن ضيق الوقت ولكن يعني نتشرف بوجود حضرتك نتشرف بعمل حضرتك الكبير اللي عم بنشر القضية الفلسطينية بوصلها لكل العالم أكيد بس لازم نتذكر إنه كمان الفدائي وعباس من إنتاج الجزيرة الوثائقية شكرا لإلك وجد بتمنى أشوفك السنة الجاي بتونس مع برنامج دنيا دنيا نتشرف ستة إن شاء الله جمب بعض شكرا جزيلا اشتركوا في القناة